السلام عليكم صباحكم سعيدة وتفاقل وراحة بيل يارب جميع ان تكونوا بخير وصفتنا النهاردة حلوة جدا طعمها حلو وشكلها زي ما انت شايفين كده والاحلى ان مكوناتها بسيطة جدا وكمان طريقة تحضيرها بسيطة هنعمل مع بعض النهاردة الازد واخف لحمة بالبصل وكمان هنعمل رغيف اللحمة العملاق اللي انت شايفينه ده وكمان هنعمل مع بعض رز مصري ابيض مبهر هيكون طعم حلو جدا جنب اللحمة دي دي شوية لتقديم اللحمة سواء شربة او مع الخضار بس قبل ما نبدأ الفيديو حابة افكركم ياريت ان ما عماش اشتراك في القناة يشتركوا كمان يفعل الجرس ويعمل لايك علشان ده بيساعد القناة ان هي تكبر ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه اول حاجة فتوصوا على نار عليا حطيت فيها معلقتين كبار من الزيت وقطع من الدهون دي كانت جيالي مع اللحمة هقلب قطع الدهن دي مع الزيت شوية علشان تنزل الدهون اللي فيها طبعا لو انت ما عندي كيش هتستخدمي معلقتين كبار من الزيت وعليهم معلقة كبيرة من السمنة او الزبدة وطبعا كل ده على نار عليا ولما الدهن يتشوح شوية هنزل عليه بكيلو من اللحمة في الوصفة دي تقدر تستخدمي اي نوع لحمة انت بتفضليه سواء عجالي او ضاني انا استخدمت كيلو من اللحمة اهم حاجة قطع اللحمة اللي انت هتستخدميها مكعبات يكون حجمها وسط ما تخليش interpreت بكيلو من اللحمة مات خليش حاجة مع قطعة اللحمة لبينا لاحن نسلقها فعليزان تستخدميه بسرعة وهشوح اللحمة مع البهن على نار عليا علشان انا عايز اللحمة تاخد طبئ وكمان تاخد لون واللحمة تتشوح على نار عليا هحط عليها توابل صحوحة اللي هي الحبهان والارفة والقورنفل و نجم ديينسون وورق لورة وهسيب اللحمة تتشوح مع التوابل دي شوية وطبعا كل ده على نار عليا علشان انا مش عايزة اللحمة تنزل مية انا عايزها تاخد لون وطبعا قلبيها باستمرار علشان ما تاخدش لون من جنب واحد بس وكمال وهي بتتشوح كده هحط عليها نصف معلقة صغيرة من الطوم المفروم الناعي بلاش تستغني عن الطوم المفروم ده علشان بيخلي اللحمة رحتها كبيب لاخر الدنيا واول ما اللحمة تبدأ تنشف خالص وتاخد لون زي اللي انت شايفينه ده انا عايزها توصل لللون اللي انا بقوله لكم ده علشان انا مش هحمرها انا هعتمد على اللون اللي هي بتاخده في الطوصة دلوقتي وبعدين هنزل عليها بمية تكون صخنة بس كمية المية ما تكونش كتير يعني يا دوب تغطي اللحمة بس علشان احنا مش بنسلق اللحمة وانتي هتطبعيها لو المية نشفت واللحمة نسل ماستودش هتزاوديها ربع كوباية بربع كوباية لكن ماينفعش تنزلي بكمية مية كتيرة من الاول انا خطيت على المية معلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل ومعلقة صغيرة من الكمون وياريت تسوي اللحمة على نار هادي علشان اللحمة عموما لما بتستوي على نار عليها ويكونش طعمها حلو وعلى بالما اللحمة تستويها هعمل العجينة اللي هحط فيها اللحمة علشان بحبة سيبها ترتاح بكون اسهل معايا في الفرد وما بتتابنيش العجينة بتاعتها مكوناتها بسيطة جدا انا استخدمت 3 كبايات من الدي عليهم معلقة صغيرة من الملح معلقة صغيرة من بيكينج باودر وزارة ملح ومعلقتين كبار من الزيت والمية طبعا حسب الديق اللي انت هتستخدميه انت ما تنزليش بكمية المية كلها مرة واحدة انزله بنص كباية وبعدين قلبي لحسب ما تديق يحتاج منك زودي لغاية لما توصل العجينة تكون طرية ومش بتلزق ويكون ملمزها ناعم وانا عجنتها كويس جدا وبعدين هحط على وشها زيت وهغطيها واسيب العجينة ترتاح معايا لغاية لما اللحمة تستوي لو انت هتعجين العجينة دي وتفرديها على طول ياريت تعجين المية تكون دافية شوية وهنا اللحمة اللهم مبارك كانت استوت في المية اللي انا حطتها محتاجتش ازود مية تانية علشان كده بقولك قطعي اللحمة مكعباتي يكون حجمها وسط علشان تستوي معاك بسرعة انا عايزة في المرحلة دي مايكونش في الطاصة مية خالص مايكونش فيها غير الصوت اللي نازل من اللحمة وهشيل اللحمة من الطاصة علشان هكمل في الطاصة دي باقي الوصفة عايزة اقول لكم ان اللحمة وهي كده قبل ما احط بصل وقبل ما احط اي حاجة كانت بجد رحتها قلب البيت كله كانت عموها بجده خطيرة جدا انا مش عايزة البصل ياخد لون انا عايزها بس يدبر واول ما البصل يدبر شوية هحط عليه معلقة صغيرة من التوم المفروم الناعم طبعا اي حاجة انا بقولها في المكونات عايزة تستغني عنها مفيش مشكلة عايزة تستبدليها بحاجة تانية برضو مفيش مشكلة قلبت التوم مع البصل شوية لغاية لما التوم رحته تطلع وحطيت عليهم شريح من الفلفل الرومي الاخدر والاحمر وشريح من الفلفل الاخدر الحار ومعلقة كبيرة من سلسة الطماطم ومعلقة كبيرة من هريسة الفلفل الاحمر الحلوة اللي انا عملتها وخزنتها معاكم علشان كده قلتلكو خزنوها لان مش هتستغنوا عنها في اي وصفة بتعملوها وقلبتهم مع بعض شوية وبعدين هحط توابل بودر اللي هي معلقة صغيرة من الفلفل الاسود نص معلقة صغيرة من الكمون نص معلقة صغيرة من السبع بهرات ونص معلقة صغيرة من بهرات اللحمة ربع معلقة صغيرة من الارفة البودر ونص معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة. وهقلب التوابل شوية علشان رحتها تطلع وبعدين هرجع حط اللحمة تانية. كل الخطوات دي من اول ما حطينا البصل لغاية لما نزلنا باللحمة تانية هتقلبي تقليب سريع علشان انا مش عايز المكونات دي تستوي. ولما قلب اللحمة مع بقية المكونات هرجع غطي الطاصة تانية لمدة خمس دقايق على نار هادية مش اكتر من خمس دقايق علشان البصل والفلفل والمكونات دي انا مش عايزها تستوي. لان هي لسه هتدخل للفرن فانا عايزة يكون شكل البصل والفلفل في الاخر. يكون محتفز بشكله ما يكونش دبلان كده ومهري. والعجينة بعد مرتاحك اسمتها الجزئين. علشان انا يخلي اللحمة كلها جوه العيش يعني مش هيكون الوش بس عبارة عن عجينة. لا هيكون تحت اللحمة عجينة وفوق اللحمة عجينة. فعلشان كده اسمتها الجزئين. وهفرت كل جزء على شكل دائري علشان ياخد شكل الصانية. وعلشان العجينة تيجي معيك بشكل دائري بسهولة وانت بتفردي بلاش تيجي عند الطروف. ولما ترجع تقلبي العجينة برضو بلاش تيجي عند الطروف. كده هتاخد معيك شكل دائري بسرعة. والصانية قبل ما حط فيها العجينة ده هنتهى بالزيت. وحطيت فيها الطبقة الاولى من العجينة. وده شكل اللحمة بعد ما سبتها خمس دقايق بس. كل حاجة لسه محتفظة بقوامها. وخلاص كده هاخد اللحمة وافردها في الصانية على العجينة. مش قادر اقول لكم بقى في الاخر طبقة العجينة اللي تحت دي شربت السوس بتاع اللحمة كله وكان طعمها بجد بجد فوق الخرافي. وبعد ما حط كمية اللحمة كلها هفرد الطبقة التانية من العجينة زي ما فردت الطبقة الاولى. علشان احطها على وش اللحمة. زي ما انتم شايفين كده. وهاتني طروف العجينة على بعض علشان اقفلها كويس. وكمان تاخد شكل حلو. وبعد ما اقفل طرف العجينة كله على بعضه. همشي دي اخد شكل حلو. وانا بقسم العجينة في الاول لجزئين. لقيت كل جزء بالنظر كده هيكون كدير على الصانية. فانا قصت شوية من العجينة. واكيد طبعا العجينة الزيادة دي مش هرميها. كنت هعمل بيها اي حاجة تانية بصراحة. بس فجأة تان كده رسمة العجينة في الاشر هيقتلي شكل الطارت. فقلت طب و ايه يعني لما اعمل اشكال على وش العجينة زي الطارت. هكون استفدت من العجينة الزيادة وكمان هتطلع لي شكل رغيف اللحمة في الاخر حلو جدا. فارجعت فاردت العجينة تاني الزيادة عندي وقطعتها بالقطعات على الشكل اللي ان شايفينه ده وحطيتها على وش الصانية. ودهانت وش الصانية باللبن محبتش ان انا استخدم بيد يعني ملوش لازمة وبعدين رشيت حبة البركة وشوية من السمسم. بيدو طعم حلو جدا جدا للعجينة. وهدخل الصانية على فن ساخن وسبقا على درجة حرارة متين في الرفل في النص. وهتطبعيها لغاية لما تاخد لون من تحته وبعدين هتطفى من تحته وتولى عليها الشوية لغاية لما الوش ياخد لون. وعلى بان مصانية اللي في الفرن تستوي هحضر الرز الابيض المصري المبهر. فحلة على نارة عالية حطيت فيها تلات معالي كبار من الزيت ومعلاقة كبيرة من السمنة البلدي. ولما الزيت والسمنة يسخنوا كويس حطيت كوبايتين من الرز المصري المخصول. وهحط معلاقة كبيرة من الملح والتوابل الصحيحة اللي انا هستخدمها هتكون عبارة عن ورق لورة وحبهان وقرنفل وقرفة خشب ونجمة ينسون. لازم التوابل اللي احنا هنستخدمها مع الرز كلها تكون صحيحة علشان الرز يفضل محتفظ بلون والابيض. لكن لو استخدمنا توابل بودر اكيد دون الرز هيختلف. وقلبت الرز كويس جدا مع السمنة والزيت والتوابل لغاية لما الرز يتشمع بلاش تستعجلي في خطوة تقليب الرز دي علشان الرز يطلع معاكم فلفل. وبعدين هحط عليه المية الصخنة. المية تكون فوق ارتفاع الرز بواحد سنتي او لكل كبية رز كبية مية. وعلى فكرة بيكون مستحب جدا في اي نوع رز انت بتعمليه اول ما المية اللي انت حطاها تبدأ تغلي. هتشير الغطة كل شوية وتقلب الرز. لغاية لما الرز يشرب المية اللي انت حطاها كلها. ويبدأ ايعمل ثقوب واسعة. هتبدأ يضغطيه وتهدي عليه خالص لمدة مش اقل من عشرين دي علشان يكمل تسوية. لكن ما ينفعش تسيب الرز يشرب المية كلها مرة واحدة من غير تقليب. مش هيطلع معاك مزبوط وكمان ممكن يطلع معجل. فخطوة التقليب المستمر دي مهمة جدا في اي نوع الرز انت بتعمليه. وده كان شكل رغيف اللحمة بعد ما خرجه من الفرن. كان شكله بصراحة عجبني جدا. كنت قاعدة صور فيه كتير قوي. حسسني كاني عاملة صنية ترتب المربة مثلا. وهو اصلا الشكل طالع معايا صدفة علشان العجينة جات كتير شوية فاستغلتها. بس في الاخر شكله طالع حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. اما بقى الطعم والريحة فبجد مش قادروا اصفلكو كانوا حليين قد ايه. وكمان اللي كان عجبني في العجينة جدا ان الطبقتين كان طعمهم مختلف عن بعض. الطبقة اللي فوق كانت مقرمشة كده كريس دي وطعمها حلو. اما بقى الطبقة اللي تحت دي فكانت خيال. كانت شربة السوس كل بتاع اللحمة. يعني تحسيها طرية على مقرمشة. كانت طرية لانها شربت السوس بتاع اللحمة وفي نفس الوقت استوت في السوس ده فمخليها مقرمشة جدا. اما بقى اللحمة كانت دايبة جدا وطعمها حلوة قوي. ونعمة قوي. مع الرز الابيض المبهر فكان طعمهم حلو جدا مع بعض. بص هو اللي انا لاحظته او اللي احنا لاحظناه يعني وحدى ابنات كل الوصفة دي. اني انت كل حاجة ليها طعمه مختلف. يعني انت مش عارفة تكلي رز مبهر مع اللحمة الدايبة. ولا تستمتع بالعجينة اللي شربة من السوس ولا انك تغضي من العيش وتغمسي مع اللحمة. يعني هي وصفة وانت بتكليها من كتر بجد ما هي لذيذة. انت مش حافة تاكل ايه مع ايه? بجد يا ريت تجربوا الوصفة دي. هتحجب الاسرة عندكو جدا جدا. وكمان هتكون حلوة لو انت عندك عزومة لان الصينية زي ما انت شايفة كده طلعة شكلها يعني يتحدث عن نفسه. والولايات كانوا بيقطعوا منها مثلسات زي البيت زا وياكلوا. يعني انت ممكن تتخيليها وتكليها بكزا طريقة. لانها بجد بجد وبدون مبالغة كانت وصفة حلوة جدا جدا. وفي نفس الوقت تغيير عن الشكل التقليدي ان احنا بنقدم به اللحمة دايما. وعلى فكرة لو انت مش عايزة تعملي عجينة طريقة اللحمة بالبصل دي مع الرز الابيض المبهر بالسمنة والزيف. كان طعمهم بجد جد روعة. وكده وصفتي معكم النهاردة خلصت. يا ربي بيكون الفيديو كان خفيف على قلوبكو. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. بس ما تنسوش لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ما تنسوش تعملوا الخيل النهاردة. اللايك وشير ونسبسكرايب للقناة وتفعالوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم في اللايات.